موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة حيث نقف فيها على أهم وأبرز ما تدولته المواقع الإخبارية اليمنية وكذا الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من موقع يمن مونتر الذي عنوان في صفحته الرئيسية عن السبب الرئيسي لزيادة أسعار الأضاحي في العيد بالإضافة لظروف الحرب وعنوان الموقع ازدهار شبكات تهريب المواشي رغم الحرب وراء غلاء الأضاحي في اليمن هذا العيد حيث كشف رئيس النقبة العامة لبائعين لحوم والمواشي عبدالله البعداني أن شبكات تهريب المواشي إلى دول الجوار وراء غلاء الأضاحي هذا العيد رغم الحرب الدائرة في البلاد والمنتشرة على الحدود وقال في تصريح خاص ليمن مونتر إن ذلك سبب الرئيس في زيادة أسعار الأغنام والعجول والذي يتم تصديره إلى دول الجوار بالآلاف بشكل يومي خاصة من مناطق اتهامة حيث تتواجد أغلب الثروة الحيوانية اليمنية وأضاف البعداني كنا نتوقع أن يؤثر الصراع في المنافذ الحدودية على التهريب ويخفف منه لكن تبين أن هذه السوق السوداء في التهريب تنشط بشكل كبير في ظل وجود صراعات داخلية في ظل غياب للرقابة والقانون الذين يمكن أن يحدى من هذه الظواهر وبعيدا عن أجواء العيد والأضاحي ينقل موقع عدن الغد بعض انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع في إحدى مديريات شبوة وعنوان الموقع مقتل مدني وإصابة آخر برصاص ميليشيا الحوثي في بيحان يقول الموقع في التفاصيل قتل مدني وأصيب آخر برصاص مستلحين من جماعة الحوثي وسط السوق العام بمدينة بيحان العليا وقال مصدر المحلي لعدن الغد إن عارف محمد سالم يحيى الدراق قتل بعد إطلاق النار عليه من قبل الحوثيين وسط مدينة العليا بمديرية بيحان ومن حضر موت عنوان الموقع الجيش بحضر موت يقول إنه أطلق صراح العشرات من الأشخاص الذين يشتبهوا بانتمائهم لتنظيم القاعدة حيث قالت قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلة إنها أطلقت خلال الأيام الماضية القليلة الماضية العشرات من الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية اتهامات بالانتماء لتنظيمات متطرفة جاء ذلك في بيان أصدرته قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقالت فيه أيضا بعد تحقيقات اتسمت بالمهنية من أجل تحقيق هدف استثباب الأمن والأمان في ربوع حضر موت تم إطلاق ثلاثين شخصا ممن انطبقت عليهم شروط الإفراج ولم يثبت عليهم أي ارتباطات بهذه الجماعات في عيد الأطحى المبارك حتى ينعم بالعيد مع أولاده وأهله موقع الموقع بوست عنوان في صفحته الرئيسية في جبال اليمن النائية ما زال التقدم والحرب بعيدين يقول الموقع بوست إن القرى الواقعة في أعالي جبال غرب اليمن يعيش السكان في أمان بعيدا عن النزاع المستغر في معظم أنحاء البلاد لكنهم يعيشون حياة قاسية لم يطرأ عليها تغيير يذكر منذ مئات الأعوام يتابع الموقع ونظرا لأن السكان اعتادوا على الحياة دون كهرباء أو مياه جارية فلم يشعروا سوى بالقليل من التأثير للحرب الأهلية المستمرة منذ 18 شهرا والتي تسببت في حرمان غالبية سكان اليمن وعددهم 28 مليون نسمة من هذه الخدمات الأساسية لكن بعيدا عن الجو الريفي فهم يصارعون من أجل البقاء ومن عنوين الموقع بوست عن المواجهات المستمرة في تعيز تعيز المقاومة الشعبية تحبط محاولات تسلل فاشلة لعناصر من ميليشيا الحوثي في المنفذ الغربي الانفصال سيناريو مرجح لحرب منتظرة في اليمن كان هذا عنوان مقال الكاتب عبد الحكيم هلال المنشور في موقع الموقع بوست والذي قال فيه اليمن بلد الحروب اللامنتهية وأكثر من ذلك بلاد التحالفات المتناقضة والمصالح الدولية المتعارضة على الدوام ابتلية هذه البلاد إما بقادة طفيديين أو عملاء لاوطنيين أو غالبا زعماء ديماغوجيين في مواجهة جماعات وتكتلات وطنية في النادر أو شبه وطنية على الأقل وإما بجماعات وتكتلات ما قبل وطنية أو مرتهنة لأفكار وأهداف متخلفة أو ما وراء وطنية أو ميكافلية على الأقل في مقابل حكام حاولوا أحيانا استعادة الروح الوطنية أو ربما آخرين رمت بهم الأقدار للأعلى دون أن يكونوا مناسبين لمثل هذا الشأن العظيم وعلى هذا المنوال تمرغت اليمن بين الكوارث والمآسي تنقلت وما تزال من حرب إلى أخرى واليوم وبينما ما نزال في خضم حرب داخلية طاحنة أوصلتنا إليها تشكيلة من تلك الإبتلاءات القاهرة التي لم تتعاضد مثلها من قبل على هذا النحو المتداخل والمتناقض على حد سواء إذا بالخصوصية التدميرية تأبى أن تمهلنا حتى ننتهي مما نحن فيه من مآس لتباغتنا مجددا في سلوك بعض من أسندت إليهم المسؤولية في البلاد هذه المرة أيضا تحي رغبات المرتهنين لمصالح الخارج أن اليمن الذي ما زال يكابد جراحه العميقة تنتظرها حرب أخرى مرجح أن تتبدل فيها التحالفات الرخوة بين الأقوياء في الخارج والطفيليين في الداخل هذه الحرب منذ فترة ونحن نسمع قرع طبولها من قبل السلطات التي تحكم عاصمة اليمن المؤقتة عدا ومن ورائها يقف حكامها الفعليون القادمون من خلف بحار شبه الجزيرة العربية ومؤخرا تصاعد صوتها أكثر لتكشف عن رغبة هي في الحقيقة لم تكن بخافية على أحد منذ زمن إلا أنها كانت ما تزال في طور المسكوت عنه اضطرارا ربما تجنبا للأسوأ في ظل السوء القائم موقع المصدر أونلاين عنوان مقتل ثلاث نساء وطفلة من أسرة واحدة بانفجار قنبلة في خولان يقول الموقع قتلت ثلاث نساء وطفلة على الأقل في انفجار قنبلة بأحد المنازل في خولان جنوب شرق العاصمة صنعاء وقالت الناشطة مليح الأسعدي في صفحتها على الفيسبوك أن القنبلة انفجرت في منزل أحد أقاربها أثناء ما كانت الطفلة تلعب بالقنبلة وأودت بحياة ثلاث نساء وطفلة من أسرة واحدة فيما أصيب عدد من أفراد المنزل وهم في حالة خطرة وتم نقلهم إلى أحد المشافي وحول الوضع الإنساني في تعز نقل موقع التغيير نت بعض من صور معاناة ساكني هذه المدينة وقال الكادر الطبي غادر والمستشفيات من دون أدوية ومستزمات طبية الكارثة الصحية في تعز تتفاقم رغم رفع الحصار الجزئي تقول التفاصيل يوما بعد يوم تزداد المعاناة الإنسانية لأهالي تعز جراء استمرار ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع صالح في فرض حصار على المدينة منذ أكثر من عام ومنعهم دخول المستلزمات الضرورية للمستشفيات من أدوية واستوانات أكسجين ومواد أخرى إلى درجة أن وصل الأمر إلى منعهم نقل الجرحى خارج المحافظة ومنذ كسر الحصار الجزئي على خط الدباب غرب المدينة قبل ثلاثة أسابيع ظل سكان يأملون في دخول المساعدات الطبية إلا أن أملهم لم يكتمل بل زادت خيبات الأمر لدى الكادر الطبي الذي لا يزال يعمل في ظل الظروف الراهنة وتكالبت عليه الضغوط خصوصا بعد عودة بعض النازحين إلى منازلهم الدكتور صادق الشجاع الأمين العام لنقابة الأطباء في تعز قال إن الوضع الصحي لا يزال كما كان عليه في السابق رغم أن الظروف داخل المدينة تحسنت وبدأت كثيرا وبدأت كثير من الأسر تعود إلى منازلها وأضاف بعد فتح الحصار الجزئي لم يعود الوضع كما كنا نأمل إذ كنا نتوقع أن تكون هناك إغاثة أكبر من ذلك من ذلك التي دخلت أو تلك التي دخلت عن طريق اللجنة الكويتية ومنظمة الصحة العالمية لكنها كميات بسيطة جدا وأصناف محدودة حرب وحقائق مغيبة كان هذا هو العنوان الذي اختاره الكاتب محمد سعيد الشرعبي لمقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين وقال في أجزاء منه في الحروب والثورات هناك معلومة للنشر الآني ومعلومات تنشر بعد الاستقصاء وبعضها تؤجل للتوثيق التاريخي وفي بلادنا يسود العبث في التناول أو التسريب جراء تصادم مواقف القوى والسباق الأفراد على المصالح ولهذا تغيب الحقيقة وسط هدير الخصومات وعبث مكائن العصف الذهني ومن كوارث الحرب الرهينة استمرار تعقب الميليشيات للصحفيين واعتقال بعضهم وملاحقة آخرين وإغلاق الصحف ونظرا لحجب غالبية المواقع الإخبارية تركز الضخ الإعلامي غير الدقيق عن يوميات الحرب والأحداث السياسية في موقع فيسبوك وتويتر وتطبيقات تيليجرام واتس أب كآخر نوافذ متاحة للتواصل ولدى الحكومة الشرعية وتحالف الإنقلاب والأحزاب كتائب إلكترونية تقوم بمهمات الضخ الإخباري بشكل دائم ويغلب على تغطياتهم الآنية واليومية خفة التناول وغياب المهنية باستثناء بعض تداولاتهم ظروف سيئة مكنت الكتائب الأمنية والحزبية من نفذ سمومها بين الناس ويتعمدون تزيف الوعي بنقل غير أمين للأحداث ويغلب على تداولاتهم شيطانة من يريدون دون إدراك خطر ما يفعلون وبفعل عبث تلك الميليشيات الإلكترونية تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات تصفية حسابات بين الأفراد والأحزاب وقوى الشرعية وطرفي الإنقلاب تعمقت نظرة سوداء جراء زيف التداولة الإخبارية على مواقع وتطبيقات التواصل وهذه أحدى تبعات الإنقلاب وبإمكان مواطن محدود الوعي القول أخبار واتساب أو فيسبوك بالفعل ليس كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي يستحق الالتفات عدم علومات ينشرها بعض الصحفيين والناشطين تدفع بالمهتمين إلى البحث عن الحقيقة أما موقع الاشتراك نت فقد رصد آخر الضربات الجوية لمقاتلات التحالف العربي وعنوا التحالف يستهدف ملعب الثورة ومواقع عسكرية في العاصمة صنعا ويقول الموقع في التفاصيل أغارت مقاتلات التحالف العربي بعد اتغارات جوية على مواقع عسكرية وتجمعات لميليشيا الصالح والحثي في العاصمة صنعا مصادر محلية قالت للاشتراك نت إن عددا من الغارات استهدفت ملعب الثورة شمال العاصمة صنعا وذكرت مصادر إعلامية مقربة من الميليشيات أن التحالف استهدف بوابة كبار الضيوف وبوابات دخول الجماهير ومدرجات الملعب ما أدى إلى أضرار كبيرة بالملعب ومبنى الاتحاد اليمني العام لكرة القدم والمباني المجاورة وكانت مقاتلات التحالف استهدفت بعدد من الغارات الجوية بوقت سابق قاعدات الديلمي الجوية ومعسكر الأمن القومي في منطقة صرف شمال شرق صنعا وفق ما ذكره سكان محليون ونذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود لنطالع أهماتنا قلة الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود اللقاء بكم مشاهدنا الكرام ونطالع أبرز وأهم مقالة الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من العرب الجديد والتي عنونت اليمن الألغام تحاصر المناطق التي تتوقف فيها الحرب تقول صحيفة العرب الجديد يجد سكان المناطق التي توقفت فيها المواجهات المسلحة في تعز صعوبة بالغة في التنقل جراء انتشار الألغام التي كانت قد زرعتها ميليشيات الحثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها كما هو الحال في كل المحافظات والمناطق التي كانت تسيطر عليها ويصف المواطن فيصل عبد السلام للعربي الجديد انتهت الحرب ولكننا محاصرون بالألغام في كل مكان ونخاف من التحرك بحرية لكسب العيش والبحث عن مصادر الحياة هذا الوضع يشابه الوضع الذي كانت تعيش فيه قرية أيام الحرب وذكر تقرير حديث للمنظمة الحقوقية الدولية Human Rights Watch أن قوات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح استخدمت الألغام الأرضية المحرمة دوليا وتسببت في سقوط ضحايا من المدنيين في محافظة تعز التي تعيش حربا شرسة منذ 18 شهرا وقال مدير قسم الأسلحة في المنظمة ستيف جوز إن هذه القوات أظهرت دما باردا في عنصها ضد المدنيين باستخدامها الألغام الأرضية وعلى الأطراف المتصارعة في اليمن التوقف فورا عن زرع الألغام كما عليها تدمير أي ألغام تمتلكها وضمان ممارسة فرق نزع الألغام لأعمالها دون عراقيل حتى يتسنى للأسر النازحة بسبب القتال العودة إلى ديارها بأمان صحيفة الاتحاد الإماراتية قالت على لسان محافظ البيضاء إن الانتصار أصبح قريبا محافظ البيضاء نايف القيسي نوه بأن الانتصار على الانقلابيين وتحرير المحافظة أصبح قريبا في ظل الضربات الموجعة التي يتلقونها في جبهات قتالية عدة وأكد أثناء زيارته إلى اللواء 117 بشاه أن خطر الانقلابيين ومشروعهم التدميري سيزول قريبا عن اليمن الذي سيعود آمنا ومستقرا أفضل مما كان عليه سابقا وأشار إلى أن العمل يجري لاستكمال التجهيزات العسكرية من أجل تحرير البيضاء بشكل كامل من أي خطر قد يهددها ترامب يعاير كلينتون بسوء أحوالنا هو عنوان مثير للكاتب سمير السعداوي وذلك بتناول انتخابات أمريكا والتنافس الحاد بين كلينتون وترامب من جهة واستغلال ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط من جهة أخرى كل هذه الأفكار كانت حاضرة في مقال السعداوي المنشور في صحيفة الحياة وقال فيه على رغم قلة مهارته والمطبات السياسية التي يقعوا فيها فإن المرشح الجمهوري دونالد ترامب لم يخسر موقعه في الحملة ضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون وذلك بتركيزه المستمر على تهديدات نابعة من منطقة الشرق الأوسط وفشل كلينتون في احتوائها عندما كانت وزيرة للخارجية وذلك في إشارة إلى تداعيات موجة الربيع العربي وصولا إلى صعود ظاهرة داعش من دون إخفال موقف كلينتون الانتهازي بتأييدها غزو العراق وإطاحة الرئيس الراحل صدام حسين وكشفت مناظرة أولى غير مباشرة بين المرشحين عبر شبكة MBC الأسبوع الماضي ما وصفه صحفيون أمريكيون بأنه أحد عوارض مشكلة أكبر وهي انحدهر كاريثي في مستوى مناقشة السياسة الخارجية انتهى إلى جدل في الأوسط الإعلامية حول ما إذا كان يتعين السكوت عن كذبة ترامب بأنه لم يؤيد حرب العراق أو ضرورة التوقف عندها وتسجيلها نقطة ضده الأمر الذي تجنب فعله الإعلامي ماتلور الذي أدهر المناظرة وعد عن زعم ترامب مناظته الحرب الأمر الذي أثبتت عدم صحته تصريحات مسجلة له فإن المرشح الجمهوري كشف عن سياسة دونكشيوتية للأمن القومي لا يختلف عاقلان على أنها غير واقعية إضافة طبعا إلى نهجه الإنازالي حيال المهاجرين والذي لا يقتصر على فتح النار على المكسيكيين بل لا ينفك يستهدف الإساءة إلى المسلمين تارة بالدعبة إلى أغلاق الأبواب في وجوههم وتارة عبر التلويح بإخضاعهم لإجراءات تسجيل أسمائهم باعتبارهم تهديدا محتملا لا شك في أن أكبر نجاح لترامب كان في التصويب على نقطة ضعف كلينتون وهي انتماؤها إلى الطبقة السياسية ومشاركتها في لعبة كواليس التسويات الانتهازية والتي تركت منطقة الشرق الأوسط في حال يرثالها لكن في حين كان الأمل معقودا على مرشح رئاسي أمريكي يعتذر يوما عما سببته النزعة المصلحية الأنانية لبلاده في منطقتنا برز ترامب على العكس مراهنا على التجيش وحجد الناخبين على أسس عنصرية لا بل ذهب أبعد من ذلك في السعي إلى استنهاض القواعد الإنجيلية المتطرفة في وقت يتعين محاولة تهديئة النعارات التي استهدفت المسلمين وغيرهم وتحولت إلى مواجهات عنيفة في الشوارع مع المواطنين السود صحيفة الخليج الإماراتية عنوانت دعوة أممية لتحقيق شامل مستقل في سجل اليمن تقول الصحيفة أن المفوض السامي لحق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين دعا إلى تحقيق شامل من هيئة دولية مستقلة في سجل حقوق الإنسان باليمن في وقت أعرب فيه مسؤول أممي عن القلق تجاه تزايد عضد الضحايا المدنيين في الصراع اليمني وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في افتتاح أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف إنه رغم السماح لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بدخول اليمن التي تشهد حربا أهلية إلى أنه يلزم إجراء تحقيق مستفيد في الوضع هناك وأضاف بما أن تقرير الأخير أبرز أن جهود التحقيق المحالية لم تتمكن من تقديم التحقيق الشامل والمحايد المطلوب بسبب ما زاعم بوقوع انتهاكات خطيرة أوصي بإجراء تحقيق شامل تعده هيئة دولية مستقلة صحيفة القدس العربي وفي الشأن اليمني وعيد الأضحى عنونت أضاحي العيد في اليمن بشر والخروف حلم بعيد المنال تقول الصحيفة يحل عيد الأضحى على اليمن هذا العام في ظل أجواء الحرب والتصعيد العسكري غير المسبوك خلال الأسابيع الأخيرة الأمر الذي حال دون أن يمارس المواطنون عاداتهم وشعائرهم الدينية في أيام العيد وأبرزها تقديم الأضحى وعلى غير عادتهم في العشر الأوائل من ذي الحجة يكتفي غالبية المواطنين بالنظر إلى خروف العيد في أسواق الماشية بدلا من شرائه والأيسر حالا منهم سيتشاركون في شراء خروف واحد أما الغالبية فستكتفي بشراء اللحم أو الاكتفاء بذبح دجاجة في بلد صار رغيف الخبز هو الغاية الأولى جراء الحرب وقال سكان في العاصمة صنعاء إن الأضحية أصبحت مثل الحج لمن استطاع إليها سبيل وأنهم سيلجؤون لشراء كيلو واحد من اللحم في أول أيام العيد فقط وربما دجاجة ويبلغ سعر الكيلو الواحد من لحم الخروف ثلاثة آلاف ريال يمني وقال يحيا وهو مزارع من ريف بلدة همدان شمالية صنعاء قدم إلى المدينة من أجل بيعي خروف أثنين من المعز يبدو أنني سأعيدهم إلى قريتي وأضاف ظروف الناس الاقتصادية سيئة لكنني عكفت أنا وزوجتي لأكثر من عشرة أشهر في تربيته وإذا لم نستطع بيعه سأعيده إلى قريتي وأقوم بتربيته حتى يصبح حصانا في إشارة إلى أنه سيجعله ينمو إلى مال نهاية على أن يبيعه بثمن بخص الكاتب العربي وسين الأعراج يكتب عن كاتب آخر عالمي عاش قديما ودافع عن قيم الحق دون خوف وهو ملزول ليستحضره هنا في هذا الزمان ويقول عنه الزمن المقبل لن يكون إلا عنصريا إذا ما استمر الوضع على الحالة التي نعيشها وإذا استمرت النظرة للإرهاب البغيض على صورتها القصيرة التي نعيشها اليوم نحتاج إلى إيميل زولة يخترق مختلف الغشاوات ويقف مع الحقيقة في صفائها حتى ولو دفع ثمنها غاليا كلنا نعرف عظمة هذا الكاتب القدير الذي غير وجه عالم ظل صامتا على الظلم ونعرف أيضا ما قدمته أعماله للإنسانية الباحثة دوما عن منقذ يخرجها من آلامها ودمها ليس مهما أن تكون بعض أعماله التسقت بالواقع بشدة على حساب الجهد الفني كما يلومه منتقدوه فالأهم من كل هذا الحياة التي تنبض بقوة في كل أعماله لقد ناصر باستماتة المسحوقين في رواياته ووقف مدافعا عن حقهم في الحياة كم يشبهون وضعنا اليوم ونحن نواجه غطرسة الزمن الظالم وربما تعتبر روايته جيرمينال واحدة من أهم الروايات التي وضعت الإنسان في أعلى مراتب الدفاع الإنسان كقيمة أولا وأخيرا عندما دافع عن عمال المناجم في الشمال الفرنسي وبين الظلم والفقر والاغتصاب وجريمة المالك كان يدافع عن قيمة الحق بمعناها الشمولي الذي يجب أن يستمتع به الجميع وليس عينة قليلة أما عظمة إيميل زولا فقد تجلت بشكل واضح في رسالته التي وجهها إلى رئيس الجمهورية الفرنسية بعنوان إني أتهم التي دافع فيها باستماتة عن دريفوس المتهم بالخيانة العظمى أو ما سمي وقتها بقضية دريفوس التي يمكن تلخيصها في أسطر قليلة بعد هزيمة الجيش الفرنسي أمام الجيش الألماني كان لابد من إيجاد كبش فداء في ظل معادات السامية التي كانت تجداح فرنسا في القرن التاسع عشر والتي مست كتابا كبارا مثل بول فاليري ومارسيل بروست وغيرهما لم يجد جنرالات الجيش الفرنسي أفضل من متهم يهودي هو الضابط دريفوس من خلال ما سمي بقضية البردورو أو القصاصة التي وجدت في السفارة الألمانية وفيها ما يدل على تورط وخيانة دريفوس على الرغم من أن التحريات أثبتت لاحقا أن الخط ليس له مما اضطر إيميل زولا إلى تدخل لدى رئيس الجمهورية برسالة إني أتهم للدفاع عن الحق على الرغم من الشتائم والتهديدات التي تعرض لها مما دفع بالمؤسسة القضائية التي طعن فيها إلى الحكم عليه بالسجن فهرب زولا إلى لندن بعد أن كان قد فجر قضية دريفوس وأصبحت تحتل واجهة الصحف المناصرة له والمعادية أيضا وتنتهي القصة بتبرئة دريفوس من تهمة ظالمة في ظل مناخ معادل للسامية مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا إلى اللقاء بحول الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة